في إطار التوجيهات الملكية السامية بتوفير 40 ألف وحدة سكنية وتنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله بتوزيع ألفي وحدة سكنية على المواطنين شرعت وزارة الإسكان اليوم بتوزيع الوحدات الإسكانية على المنتفعين من مشاريع مدن خليفة وشرق الحد وشرق سترة تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بعيادها الوطنية وأعرب سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان لدى مباشرته إجراءات التوزيع عن سعادته ببدء إجراءات توزيع الوحدات السكنية للمواطنين مشيرا إلى أن الوزارة عكفت فور صدور أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع ألفي وحدة سكنية على حصر قوائم المستفدين وأعداد الإجراءات الخاصة بتوزيع المشاريع الإسكانية مشيرا إلى أن جدول التوزيع سيمتد حتى نهاية الشهر الجهري وستشهد المرحلة الأولى منه توزيع وحدات سكنية بمدينتي خليفة وشرق سترة فضلا عن تسليم مفاتيح وحدات مدينة شرق الحد وأكد وزير الإسكان أن الرعاية الملكية السامية لقطاع السكن الاجتماعي والدعم اللامحدود من قبل الحكومة شكل حافزا كبيرا لتنفيذ خطط المشاريع الإسكانية ومدن البحرين الجديدة أو مشاريع المجمعات السكنية بالإضافة إلى برامج الشراكة مع القطاع الخاص لافتا إلى أن جميع تلك المشاريع والبرامج تأتي متوافقة مع الالتزامات الإسكانية الواردة في برنامج الحكومة تواصلت المنجزات الإسكانية في مملكة البحرين برعاية سامية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وبدعم مباشر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وقد تجلت الإنجازات في وزارة الإسكان هذا العام من خلال ما تحقق بمدن البحرين الجديدة التي وفرت السكان الاجتماعي لآلاف الأسر البحرينية وقد وضعت وزارة الإسكان خطة شاملة لتنفيذ واستكمال ما تبقى من مساحات في المدن الإسكانية الجديدة خلال العام المنصرم وخلال السنوات القادمة والتي عبرها سوف يتم تنفيذ ما يزيد عن 25 ألف وحدة سكانية وذلك ضمن برنامج الحكومة وبما يحقق تطلعات المواطنين في البداية نيابة عن جميع من سوبي وزارة الإسكان أرفع خالص التبريكات إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه وإلى سيدي صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء خالص التبريكات بمناسبة العيد الوطني المجيد وأيضاً أحبيت أيضاً أن أعبر عن عظيم سعادتنا بصدور أمر سيدي صاحب السمو وللعهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع ألفين وحدة سكانية والتي تتزامن أيضاً مع العيد الوطني المجيد طبعاً هذا الأمر يعكس ما يحظى به الملف الإسكاني من رعاية كبيرة من سيدي سمو وللعهد رئيس مجلس الوزراء اللي مهتم في الحقيقة بدرجة كبيرة في أن تصل الخدمة الإسكانية للمواطن بأقصى سرعة ممكنة بمناسبة العيد الوطني المجيد أرفع أسمايات تهاني إلى المغام السامي لسير جالة الملك المفدى وسمو العهد الأمين سمرة مجلس الوزراء واليوم مثل ما شفنا صارت فرحتين وعمت البحرين بتوزيع الألفين وحدة إن شاء الله اللي إن شاء الله بتكون مسكن لايق ومناسب للأخوة المواطنين في البحرين واليوم نحضر من هذه الأمور المبادرات التي تأتي في نطاق التنموية الشاملة هي توزيع الوحدة المائة ألفين وحدة سكنية في جميع المحافظات والتي نشهد توزيعها في وزارة الأسكان التي يشهد لها القاسي والداني بكل جهودها في ما حققته في ملف الإسكاني على مدى عقود من الأزمان وقد اتجهت الوزارة نحو تقديم خدمات إسكانية متوافقة مع الاهداف الأممية المتعلقة بالتنمية المستدامة مواكبة لرؤية مملكة البحرين 2030 وبما يتماشى مع برنامج الحكومة حيث هدفت الوزارة بتقديم سكن اجتماعيا قادرا على الاستدامة والصمود ومؤطر بجميع المرافق والخدمات التي تحتاجها العائلة البحرينية وذلك عبر إنشاء مدن إسكانية في مختلف محافظات المملكة البداية توجه برسالة المباركة إلى سيدي صاحب الجلالة ملك حمد بن عيسى الخليفة وإلى سيدي سمو ولي العهد رئيس الوزراء بمناسبة العيد الوطني المجيد وأن توجه أيضا برسالة شكر إلى وزارة الإسكان على جهودهم وعلى تلبية حاجات المواطنين وإن شاء الله تمنى الأفرح جائمة إن شاء الله على مملكتنا الغالية إن شاء الله أول شيء يبارك للبلد بالمناسبة العيد الوطني وأشكرهم على ترشيحهم لنا وبذي اليوم بالذات علشان تكون ذكرة حلوة من طرفين ومن طرف واحد لنا بالعيد الوطني وحصلنا على بأي تسكون هذا وتمتلك مملكة البحرين تجربة رائدة في بناء المدن الإسكانية وتوفيرها حتى الآن ثماني مدن باتت تمثل جزءا من هوية المملكة بعد أن تشكلت بها مجتمعات عمرانية حديثة تنفيذا لأمر سموالي العهد الرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوزيع ألفي وحدة سكانية على المواطنين بشرت وزارة الإسكان صباحا هذا اليوم بتوزيع هذه الوحدات على المنتفعين بما يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الموقرة للملف الإسكاني في المملكة وبما يحقق تطلعات المواطنين خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر